محافظات العراق خلال هذه الساعة يتوقف عندك ضخ الماء إذا أكو ضخ وبينما يبرر المسؤولون الأمر بكلة التخصيصات المالية للمحافظة في ظل الأزمة المالية يؤكد مواطن الناصرية أن للفساد الدور الأكبر في تفاقم الأزمة ومعاناة الناس أنا منطقة أحد المناطق في محافظة ذيقار والقريب عليه مدير دارة توزيع الكهرباء يعني المسؤولي فضل نفسه عن المواطن بيسحب خطوط حرجة يعني هواي مسؤولين في محافظة ذيقار ساحبين خطوط حرجة المساكن ومحافظة ذيقار توصل له شيء شغلات ما أدري هو ما يسأل أو ما عنده ناس مختصين ويكون الوضع في محافظة ذيقار ما نعرف وعلى الرغم من أن قرارات الإغلاق وحظر التجول بسبب وباء كورونا من شأنها أن توفر قدرا كبيرا من استهلاك الكهرباء إلا أن ذلك لم يرى له أثر في حياة المواطنين الكهرباء في عدة مناطق جاي تنطفي والثاني يوم زين إذا يجون الصيانة زين نحن عدنا معادلة رياضية أكو إنتاج وأكو استهلاك المعامل متوقفة المحلات متوقفة الأسواق متوقفة المدارس متوقفة هاي كميات الكهرباء وين جاي تروح يعني مو المفروض والأولى أنه تنطل المناطق له هاي عملية صعبة لو لأنه بها يعني شيء للناس زين وتكون العقوبة فوق المرض فوق الوباء انقطاع الكهرباء هو الفساد إذن حين يحكم أوطانا بحجم العراق فينهب خيراتها ويهمل شعوبها وينشغل فقط بملء خزائن الفاسدين ترجمة نانسي قنقر